هذا هو الرد الثاني على الصوفي الرافضي المدعو الدكتور حاتم عوني الشريف وهو طعنه في الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونستمع إلى كلامه أولا ثم نعلق عليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في موطن يقول مثلا يقول وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر فنقول أعداؤنا معنا على أنواع من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس وأقر أيضا هذه الاعتقادات والبشر إلى أن يقول الذي هو دين غالب الناس يعني أول شيء هنا الآن يكفر غالب الناس في هذا النصر طيب الوقف الأولى مع هذا الكلام أن الصوفي حاتم الشريف يكذب على الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وذلك ببتر كلامه وتحريفه وهذا الكلام أتى به من كتابة درر السنية الجزء الأولى الصفحة 102 ونص الكلام قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما سئله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو شهادتان وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر من هنا قرأ الصوفي حاتم قال نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر فنقول أعداؤنا معنا على أنواع قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النوع الأول وهذه حذفها الصوفي حاتم كلمة النوع الأول ثم قال الصوفي من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أصرناه للناس قال إلى أن قال والبشر الذي هو دين غالب الناس قال أنه أشرك بالله فسر هذا الكلام الصوفي بعدما بتره وحرفه بأن الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب يكفر غالب الناس وهذا باطل لأن كلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب هو عكس ما ذكر الصوفي حاتم حيث أن الإمام محمد ابن عبد الوهاب هنا في هذا النص ينفي عن نفسه تهمة تكفير المسلمين عامة إلا إذا قامت على من وقع في الكفر منهم الحجة الرسالية وهذا عليه إجماع جميع علماء المسلمين سلفا وخلفا ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب في مجموع فتاواه الجزء الثالث وغيرها من المواضع فهنا إذا تأمننا كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب وجدناه ينفي هذه التهمة والصوفي حاتم يحرف كلامه ويبتره وينسب التكفير له يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فنحن وإن قاتلناه على فعلها أي الأركان الأربعة بعد الشهادتين وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها لماذا؟ قال والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها تكاسلا من غير جهود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو شهادتان وأيضا يقول نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر يعني بعد علمه وبعد توفر الشروط وانتفاء موانع التكفير وإذا وقع بعد ذلك في الكفر يكفر أولا يقع الإنسان في أمر مكفر كفرا أكبر ثم تنتفي الموانع في حقه وتتوفر الشروط في حقه فإذا أبى وأصره وأنكر بعد ذلك يكفر وهذا بإجماع علماء الدين فهذا كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وبتر الكلام لأن الكلام له تمامة حيث أن الشيخ قسم أعداءه معه على أنواع أربعة فحزف حاتم الصوفي كلمة النوع الأول لألا يشعر المستمع لمقطع الصوفي أن كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب له أنواع أخرى لأنه لما قال النوع الأول دل ذلك على أن للكلام نوعا ثانيا ونوعا ثالثا ورابعة فحزف الصوفي حاتم كلمة النوع الأول ليبتر الكلام الذي بعد هذا النوع الذي أيضا يدل على أن الإمام المجدد لا يكفر عامة الناس كما أقر وكما زعم هذا الصوفي المنحرف قال الشيخ النوع الثاني من عرف ذلك أيضا بعد التعرف يعني بعد إقامة الحجة ووقوعه في الكفر وذكر النوع الثالث قال من عرف التوحيد أيضا ثم بعد ذلك أشرك وهو يعرف التوحيد هذا الذي يكفر ثم ذكر النوع الرابع وذهب في تمامة الكلام الذي بتره الصوفي حاتم قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وأما الكذب والبهتان هذا في نفس الكلام وفي نفس السؤال وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر في العموم يعني عموم الناس قال هذا من الكذب والبهتان ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إصار دينه وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله أيضا قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم هذا في نفس الموضع وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم إذن علمنا إجرام هذا الرجل المجرم المدعو بالدكتور حاتم عوني الشريف وكل هذه المجلدات فيها مواضع ولولا خشية الإطالة لذكرتها جميعا أن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر عموم المسلمين ولا يكفر إلا من وقع في الكفر وتوفرت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع كما هو مذهب جميع العلماء قديما وحديثا ولا خلافة في ذلك فهذا الرجل الصوفي يطعن في الإمام محمد بن عبد الوهاب لأسباب أهمها لأن الإمام يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك وعبادة القبور والاستغاثة بأصحابها ودعاء الموتى إلى غير ذلك من الشركيات التي ما أنزل القرآن إلا لحربها وما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا لحربها كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوض وقال تعالى عن سبب إنزال القرآن هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد هذا هو السبب من إنزال القرآن وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وغيرها من آيات القرآن كثير فهذا الرجل لأنه ينشر الشرك والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحارب الشرك كما حاربه جميع الأنبياء والرسل هذا الرجل يكذب عليه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر